نتنياهو لا يقيل جلانت لأنه لا يستطيع أن يتحمل النتيجة لأن الشارع الإسرائيلي قد يخرج عليه بشكل واضح نتنياهو ينظر إلى جلانت على أنه عميل للإدارة الأمريكية هكذا يتصرف في الدوائر المقربة له يقول أن جلانت عمليا يأتمر بما يقوله الأمريكيون وليس من باب المصادفة وفق المقربين من نتنياهو أن جلانت أعطى علنا للأزمة واتهم نتنياهو بأنه يعطل الصفقة وليس أقل من ذلك بمعنى هناك شرخ كبير بين الرجلين على المقرب الآخر جلانت يعتبر بأن نتنياهو يفعل أي شيء للبقاء في السلطة حتى حرب إقليمية وبالتالي البون شاسع بين الرجلين لكن هما معا فقط لأن الحرب قائمة ولا يقوى أي منهما على الخروج من الحكومة في هذا التوقيت بالذات نعم أيضا زياد كان هناك انقسان داخل الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بإمكانية توجيه ضربة استباقية إذا ما تأكدت المخابرات الإسرائيلية بأن هناك فعلا تحضير إن من قبل حزب الله أو من إيران بأنهم يتحضرون لهذه الضربة المتوقعة هذا صحيح الحقيقة ليس في الحكومة الحكومة لم تحسم هذا الأمر الجيش الإسرائيلي هو من طالب بتوجيه ضربة استباقية إما لإيران أو حزب الله إذا ما تيقن نتنياهو رفض وغالانت رفض في هذه الجزئية كان في نفس الموقف وذلك بسبب الإدارة الأمريكية التي حضرت إسرائيل من أنها ستعتبر ذلك تصعيدا على تصعيد في الوقت الذي تحاول فيه نزع فتيل الأزمة عمليا من خلال صفقة التبادل نعم نشكر لك كل هذه التوضيحات التي رفقتنا بها من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر